والي الولاية صباح اليوم زيارة تفقد وطلاع لعدد من المرافق الخدمية في مدينة تيجكشا استهلها بمندوبية التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة حيث طلع الوالي على الدور الذي تقوم به هذه المندوبية في سبيل تثبيت الأسعار ومحاربة المواد المتهية الصلاحية كما قام الوالي بزيارة للإدارة الجهوية للمعهد التربوي الوطني طلع خلالها على مخزون الكتب الجديدة وتحدث مع القائمين على البيع في الأكشاك عن مستوى الإقبال ومدى توفر الكتاب المدرسي مسديا تعليماته بضرورة العمل على انتظام بيع هذه الكتب واختتم الوالي زيارته التفقدية بالمندوبية الجهوية للثقافة والشباب والرياضة حيث زار مختلف أقسام هذه المندوبية قبل أن يعقد اجتماعا مع العاملين فيها أكد خلاله ضرورة الالتزام بأوقات الدوام وتقيد بزي العمل وفتح الباب أمام المواطنين وتقريب الخدمة منهم المتدخلون قدموا خلال هذه الزيارة مختلف المشاكل المطروحة لهم مطالبين بحلها في أقرب الآسال في ختام هذه الزيارة كده والتقانت أنها تدخل في إطار الاطلاع ميدانيا على سير العمل في مختلف المرافق ومدى استجابتها لتطلعات المواطنين زيارة عندها بعدين أساسيين بعد الأول هو الاطلاع عن قرب على عمل والسير العمل في هذه المندوبيات وهذه الإدارات الجهوية ومدى استجابتها أيضا تطلعات وهموم ومشاكل المواطنين من أجل طبعا حل ذلك المشاكل بعد الثاني أيضا نشوفوا مستوى ذلك المشاكل والمعويقات التي عندها القطاعات المعنية في روزها في ياكيا كاننا مولي بالتنسيق مع القطاعات المعنية نعاونهم ساعدهم في تدليل ذلك المعويقات والتدليل ذلك الصعوبات التي عندها ولذلك اخترنا أن نختم هذه الزيارة اليوم بزيارة المندوبية الجهوية للثقافة والشباب والرياضة نظرا للدور المحوري والأساسي والمهمة التي تلعب هذه المندوبية نظرا أيضا لأنها تطلع بدوار كبيرة تتعلق بالشباب والشباب تعرفوا أهميته وتعرفوا المكان الذي يحرى بها في برنامج فخامة رئيس الجمهورية والعناية الكبيرة التي خاص بها الشباب خاصة في ذلك البرنامج وفي التوجهات وتوجهات القطاعات فيها عامة ترجمة نانسي قنقر